اختتمت اللجنة الدائمة لأعلى هيئة استشارية سياسية في الصين اجتماع تحضيريا لدورتها السنوية المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل رأس الاجتماع وان خونينغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشارية السياسية للشعب الصيني أكد وانغ أنه خلال العام الماضي التزم المؤتمر الاستشارية بموضوعين رئيسيين وهم الوحدة والديمقراطية تمسك بمبدأ خدمة الشعب وأجرى تحقيقات وأبحاث سعيا لتعزيز ديمقراطية الاشتراكية من خلال الإصلاح المؤسسي والقواعد واللوائح والإجراءات وحثى أعضاء المؤتمر الاستشارية السياسية على تجميع حكمتهم وقوتهم للاسامي في أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في وقت تتجه في صين نحو التحديث ووفق هذا الاجتماع على مساودة جدول أعمال الدورة الثانية القدمة للمجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشارية السياسية للشعب الصيني أيضا على مساودة تقرير بشأن كيفية التعامل مع المقترحات المقدمة من الدورة الأولى كما تمال يعتمد على قائمة أسماء المرشحين بمن فيهم الأمين العام لهذه الدورة ترجمة نانسي قنقر